أن أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحكومة الاتحادية لن تلتزم بنتائج الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع يجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول سبتمبر الحالي وعد المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في حوار مع سبوتنيك الروسية عد أن الاستقلال الذي يريده إقليم كردستان خطوة غير شرعية ولا دستورية موضحا في الوقت ذاته أن الإقليم يتمتع بصلاحيات فدرالية طبقا للدستور